ترجمة نانسي قنقر وإنجازات متميزة على كافة الأصعيد السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتنموية وسبل التنسيق المشترك على الصعيد السياسي والدبلوماسي تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال تكريس قيم التسامح والتعايش الإنساني في إطار أهداف اتفاق المبادل الإبراهيمية وأوجه التعاون المشترك القائم بين البلدين للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق لتكريس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع أفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية محل الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين حضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية ترجمة نانسي قنقر